اشتركوا في القناة وفي بعض المرافئ للدول الاوروبية احد الحكام العرب يتعرض لعملية اغتيال راجع في سوق البرصة الصيني ومظاهرات غاضبة لفترة محدودة وزارة الاستثمار السعودية ستكون محطة الانظار وحديث الاعلام خلال المرحلة القادمة ارى السويد ومع كل شيء فيها حالة استنفار سياسي كبير وتأهب لما يمكن ان يرى وارى موسكو تراقب وتستعد وتتحرك الحزن يعم ارجاء المانيا بسبب حادث مؤسف الشارع العراقي في حالة غليان وتوتر عراقي تركي كبير يثير القلق فصل الشتاء سيكون فصل الموت جراء الوفيات الكثيرة التي سيسببها الحزن والحداد يخيمان على اجواء الخليج العربي ومحطات دول الخليج تبث القرآن الكريم بسبب رحيل شخصية خليجية كبيرة ومهمة اتفاق سعودي صيني لانشاء محطات قطار حديثة وبناء جسر بري يربط ما بين المملكة ودول الخليج امريكا ستشهد حربا دموية بين بايدن وترامب والفوضى ستعم المكان العالم ما بين 24 و25 امامها كارثة انهيار لبعض الحضارات خلال هذه الاعوام القادمة وهناك مدن كبيرة تختفي ونرى حيوانات او حشرات مفترسة تهاجم الانسان بشكل مقلق وخطير سيهتز العالم باكمله جراء حدوث حادث امني كبير في احد المطارات العربية كما ان العالم العربي سيشهد كوارث طبيعية كبرى مضيفة ان بلدان الخليج العربي ستشهد تساقطا للثلوج وايضا حصول زلزال باحد الدول العربية لكنه لن يكون مدمرا بريطانيا في قلب الاحداث المقلقة واطلاق تحذيرات لدول اوروبية والاخيرة تتأهب مع الحدث ثلاثة رؤساء عرب اصبحوا في ذمة الله سنشاهد لهم رموز او مجسمات تمثلهم في بلادهم وهم صدام حسين ومعمر القذافي وحسن مبارك العالم مع موعد مع كارثة انسانية تحصد الاف الارواح الشارع الجزائري يشهد الفوضى بسبب حدث مؤسف بعض الدول العربية ستجري وسطات سرية مخفية للتقرب مع الرئيس الاسد ثم تظهر للعلن ودعم الاسد لبناء سوريا الجديدة وعشرات الوفود العربية تزور سوريا بعض هذه الدول ستشكل مفاجأة للجميع بوادر فتنة في الشارع السوداني وحكم العسكري عائد الاعلام والانظار تتجه الى غواصة موجودة في البحر ترافقها حالات من الهلع سوريا ستعود عضوا فاعلا في جميع الدول العربية وذلك من خلال البوابة المصرية خبر صادم ينتشر في حفل زفاف شخصية مشورة يحول اجواء الفرح الى اجواء حزن على مشارف عام الفين واربعة وعشرين سنشهد ازمة عالمية يتأثر بها عددا من الدول بشكل غير مسبوق وزلزال يضرب دولة عربية تتأثر بها الدول المجاورة منها سوريا ولبنان والاردن وفلسطين تقارب دبلوماسي علني امريكي سوري وتبديل للمواقف بشكل ايجابي لمصلحة سوريا ولبنان وزراء حكومة ميقاتي في سوريا سيناريو احداث ليبيا والعراق اراه يتكرر السودان خلال المرحلة القادمة يدخل الى المجهول المظلم للأسف والى النفق العميق المليء بالاحداث الكبيرة والمؤسفة الانظار والاعلام يتجهن الى ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد صدام حسين اراها تعود الى الواجهة الامامية من جديد المملكة العربية السعودية ستصبح خلال المراحل القادمة حديث العلماء والعالم بسبب اكتشاف علمي او اختراع وسيكون اضخم اكتشاف علمي تتوصل اليه دولة عربية خلال هذا القرن وسوف يهز العالم وتحت اشراف وتمويل شخصي من الامير محمد بن سلمان تتعرض احدى الولايات الامريكية الى زلزال كبير يدمر قسما كبيرا منها وتفوق قوته السبع درجات وعدد الضحايا كبير وتنكيس للاعلام الامريكية وستصبح ولاية منكوبة وبعض الولايات امريكا سيقومون باغاثة هذه الولاية المنكوبة الى هنا متابعين الكرام نصل الى نهاية حلقة هذا اليوم اشتركوا في القناة